يومك مبارك عزيز المشاهد وأهلا وسهلا بك بحلقة جديدة نتناول فيها بعضا من ثنايا الطف تحدثنا في الحلقة الماضية وقلنا بأن الكثير الكثير من صفات الإمام الحسين عليه السلام لم تتطرق إليها ذكرنا بلاغته وقدرته وتقواه وحنكته وغيرها من الأشياء العظيمة ولكن طبعا هناك شيء القليل تتطرق إليه وهو كرم الإمام الحسين عليه السلام الإمام الحسين كان من أكرم العرب وهناك أحداث كثيرة من الذي شهد بها؟ شهد بها معاوي معاوية كان يذهب للحج في كل سنة يعني كان نوع من الضغطية للناس ويروح على مود يشوف ويلتقي بأبناء الصحابة من أجل أن يقنعهم بأنه يجب أن يكون يزيد هو الخليفة هذا كان السبب فكان يمر على أبناء الصحابة والصحابة أول ما يمر يروح للإمام الحسين فيحمل له الهدايا الإمام الحسين طبعا أغلب الحين يكون موجود ويجي يقول له يا حبيبي يا ابن حبيبي صفل النفاق شوف هذا هذا يقود أمة هذا رجل وهو في داخل كل الغل والحد جئت بأخيك يزيد وكما كان أبوك رفيقا لكل الخلفاء وأنت ستكون له رفيقا وتسانده وتؤازره فهو كأخيك حسين كان يعرف السبب شنو كان يبتسم كان يأتي مرات معاوية ويجد الحسين غير موجود في البيت فياسا يلتفق لهم مشغول ابن أبي طالب في إرسال المؤني إلى يتامى حروب أبيه يعني مشغول دائما الإمام الحسين مشغول بيش بالليل يشيل المؤني ويوزهها على يتامى ويحملها على كتفه وعندما تأتي القافلة مباشرة الإمام الحسين عليه السلام يشتري منها كمية كبيرة وينقلها بنفسه إلى الأيتام والفقراء يعني مرة الإمام الحسين عليه السلام رأى عائلة يعني خارج البيت يعني يأكلون خبزا فسلم عليهم قالوا تفضل فجلس المؤن الحسين قال هل هي صدقة قالوا نعم هي صدقة قال إذن نحن لا نأكل الصدقة ولكن ما هو رأيكم أن تأتون معي إلى البيت فأخذهم إلى البيت قالوا أنتم أكرمتون فعطاهم كل ما في البيت أيضا في مرة جاءه أسامة بن زيد وأسامة بن زيد طبعا كان له موقف من قضية الإمام علي عليه السلام ومعاوية وقف على الحياد يعني وأعتذر من الإمام علي قال أنني وعدت رسول الله أن لا أحمل سيفا على أي شخص أي مسلم وبالتالي يعني أنا أذرني ولكنه بل يعني بعيدا وبعض ذلك ندم يعني ندم كما ندم غيره عبد الله بن عمر عبيد الله بن عمر بعد معركة الحرة اللي قصفت فيها المدينة ومكة بالمنجنيق تصوروا أنه بيت الله الحرام تضرب بالمنجنيق وهدن بيت الله طبعا هاي تعتيم علي معركة الحرة أنا يجوني بالطريق يقولي معقولها شنو في معركة الحرة أخوان الجيش الأموي اختصب كل نساء وبنات الصحابة هاي معقولها يعني احنا ذول اللقاطاء أخي أقرأ التاريخ في المصادر المصادر السنية أقرأ معركة الحرة شي يقولك لا تقرأها باليوتوب اليوتوب بحرة عموين من يوصل لما فعله يسكت لا أقرأ أقرأ كتب شوف كتب السنية اختصبوا كل نساء الصحابة وبناتهم فبعدين قالهم تعال جيبوهم فجاء عبد الله بن عبر فالحجاج بايع فمد إيده فالحجاج مد لرجله قاله بايع فبايع قاله قاله والله ما ندمت في حياتي قدر ندبي أنني لم أقاتل مع ابن أبي طالب ضد معاوية يعني هذا الندمان علي لهم قاتلين وإي علي لكن هذا كل ما صار بس نحن تخاذم وهي النتيجة وقال لها قالها لنا ابن أبي طالب ستندمون يوما وستعرفون ماذا يفعل هؤلاء معركة الحرة شافوا كثير أن التخاذلة والتقاعس عن الحق يؤدي إلى كوارث بحيات يختصبون نساء يعني ومنون نساء الصحابة ومنات الصحابة طبعا هالساني متأكد أني عندي أصدقاء ينجن يقول لي مستحيل قال ابني إنت شفاهمك روح أقرأ ابني روح أقرأ روح أقرأ ابني لا لا مستحيل ما أقرأ ابني هو شنو ما هو شنو ما شنو ما أقرأ مسألتي الشيخ خفلان شنو الشيخ خفلان روح يقول لك لا أقرأ ابني أقرأ الطبري والبلاذري والمسعودي هالكتب السفر روح وقرأها معركة الحرة يالله ولا الدور لك على مصدر الشيعي شوف شكوه يعني هذه واحدة فذلك معاوية كان يأتي إلى الإمام الحسين لكي يقنعه لكن طبعا الإمام الحسين كان رافضا علي تحق فكان يأتي بالهدايا فكان يقول الحسين ألست بحاجة لها قال فرطها كما تفرط على يتام حروب أبيك يعني تمرها صدق فكان المؤمن الحسين لا يقول الحسين كان مجغولا ليلا بأن يوزع المؤن إلى الفقراء واليتام هذا الانشغال يومي هذه أيضا لم نصلط عليها الضوء في كثير من الأشياء الإمام الحسين عليه السلام كانت فيه رقة كان رقيق عليه السلام حتى كانت لديه قصيدة دائما أقولها يعني يعني ما أحبيت ما معناها ليس فيه الرباب وسكينة ابنته سكينة والرباب كان يحبها جدا وتكلمنا في حلقة سابقة أن الرباب تركت الدنيا وعادت إلى قبر الحسين وظلت سنة كاملة بدون أي غطاء قلناها في الحلقة السابقة ظلت سنة كاملة كما يقول جابر الأنصاري على القبر تبكي ويرون سوادة ظلت سنة في الحر والمطر حتى ماتت البعض يقول تمرضت كثيرا ونقلت إلى المدينة البعض يقول توفت هناك ونقلت ولكن كل مصادر تقول بأنها ولت سنة كاملة ماتت بعد وفات حسين بسنة لعشقها لأبي عبد الله فالإمام الحسين كان بقدر كونه ثوريا دقيقا إيمانيا ربانيا الله أمامه في كل تصرف كان أيضا رقيقا في أحد المرات طبعا هذه الجواري يشتروهن بس يعتقوهن يعني الآل البيت الجواري هذه موجودة كانت فيبيعوهن فالآل البيت يشتروون الجواري ولكن يعتقوهن فواحدة من الجواري جاءت وسلمت على الإمام الحسين وبيدها شيء من الشيء الطيب يعني فقالت السلام عليك يا إبام وقدمت لها قال وعليك السلام وإنك حرح فاستغرب الجالس يما قال تعتقوها لمجرد السلام قال لا إذا حييت بتحية فردوها وبأحسن منها فأحسن منها نعتق يعني فكان الحسين عليه السلام في غاية الرقة والإنسانية في تعاملة مع أبناء أو بناتها لذلك كانت رقية ملتسقة ملتسقة بالإمام الحسين وكانت في حضنه وكانت في حضنه دائما لذلك عندما ذهبت إلى بيت إلى قصر يزيد كانت أريد أبي لأنه تعودة يومية تنام بحضن ويداعبها ويداريها وتنام على صدر وذلك أريد أبي وذلك المجرمون نقلوا لها رأس أبيها فباتت واحدا من جرائم الأمويين على الله عليه ويجيك واحد يقول لك يزيد لم يكن قاتلا يزيد لم يأمر بقتل الحسين ويجيك ابن ثمية يقول لك هو الذي يجتهد ويخطئ فله أجر واحد أجر الاجتهاد والذي يجتهد ويصيب فله أجران أجر الإصابة وأجر الاجتهاد فيزيد إلى أجر واحد عندما قتل حسين لأنه اجتهد تصوروا تصوروا هذا منطق ابن تيمية هذا منطق ابن تيمية الغريب هذا مسيطر عن الناس الذي يبتعد عن الصلاة ثلاث مرات يعني واحد نصر ظهر نصر حصر فعندما ينسى المغرب ولا هذا اقتلوه شوه شوه من أين جئت بهذا المنطق شوه اقتلوه يقتل يقتل اللي واحد ما صل الظهر ولا العصر بالثالة المغرب يقتل شوه أي دين هذا أي وحشية هذه هذه وحشية الزنادق ذو الدواعش وعينهم وعينهم هذا الفكر الذي ساد بمليارات جاءت من الخليج لذلك اخوان الحل هو بأن نتثقف بثقافة أهل البيت الطيب الرقيق الحل والمبدئي الشجاعة الكريمة الكرم والدين والشجاعة وكل الأشياء التي يحتاجها الإنسان والطيبة والرقة وكل شيء هذه كلها في شخصية أهل البيت الأطهار ولهذا نحن قصرنا كثيرا جدا في شخصية البيت الإمام الحسين عليه السلام حتى عندما كان في الطف وكان السهام تأتيه من كل جانب لكنه كان حريص على أن لا يخرج طفل يعني يجيك واحد الآن لعده ليش أخذوا الأطفال وخلاهم يقاتلون من قال بأن الإمام الحسين سمح بطفل أن يقاتل ثلاثة أطفال قتلوا في معركة الطفل هؤلاء الثلاثة كلهم قاتلوا دون أن يأذن لهم الإمام الحسين كانوا يستغلون فترة الإمام الحسين يدخل مثلا للخيمة أو يخرج هم يقاتلون هناك ويسمع صرخات وعوين النساء بأن أحد الأطفال استشهد تأخذهم الحماسة وبالتالي الإمام الحسين كان حريصا جدا أن لا يخرج طفل للقتال لم يسبح بطفل أن يقتل وذلك هناك تخرصات كثيرة واحد يقول لك يعني كل الدماء التي سالت في الطفل هي مسل عليها المن حسين كيف من أين لك هذا المنطق المعوج يعني القتل وما فعلوه هذا كل يذهب جانبا وتأتي أنت تحاسب الحسين على شيء هو سائر به إلى شيء آخر ويجل يقول لي الإمام الحسين جابهم المقتل أي مقتل أي مقتل جابهم الحسين عليه السلام وبالتالي هناك منطق المعوج طبعا لم يتشجعوا بالمنطق المعوج لأن هناك أصوات حقيقة تنطلق فيها إساءة كبيرة جدا إمام الحسين عليه السلام يجيك واحد يقول لك إمام الحسين سو إي شي قتل عشر تالعف سو إي شي قتل عشرين ألف شو كيف يعني ويجيك واحد يقول لك بأن الإمام الفلاني جاء واحد قال لها إن اشتاقت الأم وأبويا مات قبل عشرين سنة قال لها تروح وتلقاهم هسا أحياء ويرجع البيت ويلقا أم وأبو أحياء وينجبون من بعد ويعمرون ثمانمائة سنة كيف هل هذا هذه الصورة تعطي تعطي شيء يخدمنا أم يؤجج الناس أو يجيك واحد مخبول يجي يقول لك بأنه يفسر لك القرآن على منواله أخواني هذه التخرصات وهذه الإساءات بالتأكيد ستخطق لنا أعداء يجب يجب أن نظهر فكر أهل البيت يعني نحن ما نحتاج أن نقول الإمام رضا يحيي الموت كيف ولا نحتاج أن يطلع لك واحد مخبول الشيباني ما بشير يقول لك بأنه هارون هو أبو طالب عمر 900 سنة وهو كان أخو بريم وبعضي هذا كلام غريب عجيب هذا بالعكس هناك تراث عظيم لأهل البيت لفكر أبو الحسن ولفكر الإمام الحسين عليه السلام وبالتالي هذه الأشياء قادرة أن تعطي صورة ناصعة وجميلة لأهل البيت بدلا من هذه الأشياء وهذه المبالغات ولا فقط نحول أهل البيت إلى ناس نلقب عليهم أنا ذهبت إلى كل بلاد العربية لا يعرفون عن أهل البيت إلا أنهم هؤلاء اللي يلقب عليهم الشيعة من الكاظم هذا اللي يطمع علي الشيعة من الحسين هذا اللي يطمع علي الشيعة أخوان أحنا حولنا أهل البيت إلى شيء يعني حقيقة مؤلم أحنا بدل ما هذا النظر هذا كل هذا نعم العبر مهمة ولكن العبرة أخوان العبرة يجب أن نقدم ثورة الإمام الحسين بطريقة ونقدم فكر الإمام علي بطريقة تتفق مع نهج الإمام علي الذي خلد الإمام علي مضربة بالمجب الذي خلد الإمام علي ماذا فكر الإمام علي بابه مدينة علم نسول والذي خلد الحسين مو لابحته لا الخلد الحسين هي الثورة العظيمة والفكر الذي جاء به لتصحيح الدين ولذلك احنا نفقد ونترك الجوخر ونتمسك بالقشور اخوان ارجوكم وساعدونا ساعدونا نحن بانه هؤلاء الذين يستغلون المنبر للكسب مجرد ان يبتشون الناس اخوان هذه هي اساءة لآلبيت هناك شيء في ارقابنا لآلبيت علينا ان نكون لهم زينا لا نكون شينا عليهم وبذلك اقول لكم شكرا جزيلا واللقاء معركة تحية اشتركوا في القناة